شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكا والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالوماداتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين يوم الأربعاء القادم يصادف على ما هو المعروف ذكرى شهادة مظهر الحقائق الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه وبهذه المناسبة نتحدث عن هذا الإمام العظيم في ضمن مبحثين المبحث الأول هو قفات سريعة المبحث الثاني كيف نعرف الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام السادس من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله وسلامه على أجمعين ولد الإمام صلوات الله وسلامه عليه في السابع عشر من شاه الربيع الأول يعني في يوم ولادة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله في عام ثلاثة وثمانين للهجرة توفي الإمام مسموما مظلوما بالسم الذي دسه إليه المنصور الدوانيقي في الخامس والعشرين من شهر شوال في عام مئة وثمانية واربعين للهجرة مجموع أموره المبارك خمسة وستون عاما أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم عموما والإمام الصادق صلوات الله عليه واجه مجموعة من الحكومات يمكن أن نطلق عليها الحكومات الشمولية المزدوجة الحكومة تارة تفسح المجال للشعب للمشاركة في صناعة القرار السياسي وللمشاركة في إدارة الأمور الشعب يكون شريكا للحكومة بل الحكومة تكون وكيلة للشعب هذا نوع من عقد الوكالة هذه هي الحكومات الحرة والتي ربما يصطلح عليها الحكومات الديمقراطية وتارة تكون الحكومات حكومات مستبدة أسوأ أنواع الحكومات هي الحكومات الاستبدادية وأسوأ أنواع الحكومات الاستبدادية هي الحكومات التي تجمع بين الاستبداد الديني والسياسي معا يعني تحاول أن تحتكر الدنيا وتحتكر الدين هذه ربما يمكن أن نطلق عليها بالحكومات الشمولية المزدوجة في بعد الدين وفي بعد الدنيا أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم عموما والإمام الصادق خصوصا ابتلوا بهذه النوعية من الحكومات حكومات ذات استبداد ديني واستبداد سياسي معا حتى في قضية الهلال قضية الهلال قضية عادية أنه بكرة يوم العيد أو مو يوم العيد هذه قضية لا شأن للدولة بها حتى إذا كانت دولة ديكتاتورية ولكن الحكومات الأموية والحكومات العباسية كانت تتدخل حتى في هذه القضية في يوم الأيام الحكومة قررت أنه بكرة يوم العيد وإحنا شايفين أو سامعين أنت يمكن شايفين أنه كيف يثبت الهلال عند هذه الحكومات لا لا يعتمدون في كثير من الأحيان على الطرق الشرعية قضية دينية قضية اعتقاد الحكومة تعتقد أنه غدا يوم العيد لكن أنا كمتدين ما أعتقد أنه غدا يوم العيد لا يمكن لأحد أن يحمل أحدا اعتقاده أنت عقيدتك بكرة يوم العيد أنا مو عقيدتي الإمام الصادق صلوات الله عليه عند الخليفة يعني من يقال له الخليفة يقول للإمام ماذا تقول في غد يوم العيد يقول للإمام الصادق صلوات الله عليه ما كن مجال حتى لإبداء الرأي إبداء الرأي مو يعني الاعتقال يعني القاتل الحاكم يعتقد أو يفرض أن غدا يوم العيد أنا إذا ما أعتقد ما أقول غدا يوم العيد هذا معناته ضرب العنق قال للإمام الصادق صلوات الله عليه ما تقول الإمام قال ذاك إلى الإمام يعني الحاكم إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا الحاكم قال بكرة عيد وأجبر الإمام على الإفطار والإمام الصادق صلوات الله عليه قال لأن أفطر يوما من شهر رمضان لأن بكرة كان من شهر رمضان ما كان عيد وأقضيه أحب إلي من أن يضرب عنقي لو اعتقد بكرة عيد أو قتل ولا طريقة ثالث ذلك الرجل يريد أن يسأل الإمام مسألة فقهية تتعلق بالحياة العائلية طلق الرجل امرأته من يعلم أن هذا الطلاق وقع أو لم يقع أن هذا الطلاق من الناحية الشرعية طلاق صحيح أو طلاق باطل فسأل البعض قالوا هذا الطلاق ليس بشيء زوجتك حلال عليك اج عند زوجته قالت لا قضية أعراض أنا ما أقبل إلا أن تسمع من الإمام الصادر صلوات الله عليه ولكن كيف الطريق إلى الإمام الصادق في ظل هذه الحكومة الشمولية المزدوجة الإمام الصادق صلوات الله عليه عاشر من هشام ابن عبد الملك إلى آخر الخلفاء الأمويين يعني من يقال لهم خلفاء وعاشر السفاح والمنصور الدوانيقي من الخلفاء العباسي الحكومة العباسية فرض حصار على الإمام الصادق حتى واحد مية مكة يسأل المسألة الشرعية كيف الطريق إلى الإمام الرجل متحير يأتي ويرى رجلا يبيع الخيار يقول بكم تبيع هذا الخيار يقول بدرها يقول أنا أشتري منك كل هذا الخيار بدرها ثم يأخذ جبته يعني جبته البائع وينادي خيار يتحول هذا الرجل إلى بائع خيار بالظاهر ويروح إلى بيت الإمام بعنوان بيع الخيار ويسأل المسألة الشرعية الإمام الصادق صلوات الله عليه كان يعيش في ظل مثل هذه الحكومات الشمولية المزدوجة ولكن مع ذلك هذا ليس ابتلاء الإمام طبعا هذا ابتلاء الأمة ولكن مع ذلك ظهر من الإمام الصادق صلوات الله عليه ما ملأ المغاربة والمشارب ما ملأ الخافقين الشيخ المفيد رحمة الله عليه في كتاب الإرشاد له عبارة هذه العبارة تذكر في علم الرجال وفيها بحث طويل الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد يقول نقل الناس عن الإمام الصادق من العلوم ما سارت به الركبان وانتشر ذكره في البلدان ولم ينقل عن أحد من أهل بيته العلماء ما نقل عنه لعله مراد أنه لم ينقل عن أي واحد من أئمة أهل البيت بمقدار ما نقل عن الإمام الصادق ليش لأنه الحكومة الأموية كانت في أخرياتها فترة طبعا والحكومة العباسية كانت في بداياتها كانوا مجغولين بالمغانم السياسية والصراعات السياسية فشوية قبضتهم خفت هي هذه الفترة المحدودة الإمام تمكن الأمة تمكنت أن تستفيد من علم الإمام فإن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات هي كلمة من الثقات هواء بيها بحث على اختلافهم على اختلاف آرائهم في الآراء والمقالات فكانوا أربعة آلاف رجو هذه عبارة الشيخ المفيد في الإرشاد ومثل هذه العبارة عبارة ابن شهر آشوب في المناقف ومثلهما عبارة الفتال في روضة الواعظين أربعة آلاف تلميذ من الثقات هذه العبارة فيها احتمالا الاحتمال الاول ان الامام الصادق صلوات الله عليه كان له أربعة آلاف تلميذ وكلهم كانوا ثقات فإن أصحاب الحديث جمعوا أسماء الروات عنهم من الثقات على اختلاف آرائهم في الآراء والمقالات فكانوا أربعة آلاف رجل أربعة آلاف تلميذ كلهم ثقات هذا الاحتمال فيه نوع من البعد الاحتمال الثاني اللي يرجحه الرجاليون في علم الرجال غالبا هو أن الامام كان له تلاميذ كثيرون أظن في بعض الكتب أن تلاميذ الامام كانوا عشرين ألف واحد السقات منهم كانوا أربعة آلاف وهذا له بحث مطول أن هذه العبارة عبارة من السقات ما هو معناها ولها آثار كبيرة في علم الرجال أن تختاروا الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني هذه وقفات سريعة حول حياة الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ننتقل إلى المبحث الثاني المبحث الثاني كيف نعرف الامام الصادق صلوات الله عليه هنالك مجموعة من الطرق الطريقة الطريقة الأولى أن نعرف الإمام عن طريق الناس المأثور هذه هذه هي الطريقة الأولى هناك حديث أنا أكتفي بالإشارة العابرة إلى هذه الطرق هناك حديث ربما تجدون عشرات الإجابات هذا الحديث مذكور في صحاحهم مذكور في كتبهم المعتبر وهو حديث الأئمة بعد إثنى عشر من هم هؤلاء الأئمة الاثنى عشر وكيف يمكن أن نرتبهم ما كعدهم إجابة مقنعة على هذا السؤال هذا من الأحاديث الذي يثبت مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم لأنه لا توجد هناك أي إجابة أخرى الإجابة الوحيدة هي الإجابة التي تبدأ بأمير المؤمنين صلوات الله عليه وتمر بالإمام الصادق صلوات الله عليه وتنتهي بالإمام الحجة المهدي عجل الله تعالى فرج هذا الطريق الأول وفي الكافي الشريف وفي كتبنا العقائدية اتباع لهذه المنهجية منهجية إثبات الإمامة بالنص المأثور هذه الطريقة الأولى الطريقة الثانية سؤالنا كيف نعرف الإمام عن طريق النص المأثور الطريقة الثانية أن نعرف الإمام عن طريق الإمامة الفقهية الآن المسلمون ينقسمون إلى أربعة مذاهر الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي ولا يوجد هنالك مذهب فقهي آخر معروف أكو هنالك بعض المذاهب الشاذ اللي لا تمثل شيئا في الميزان العام جميع هذه المذاهب الفقهية تعتبر فروعا والإمام الصادق صلوات الله عليه يعتبر هو المنبع لجميع هذه الأفرق فالمسلمون جميعا ما عندهم من الصحيح هم آلة فيه على الإمام الصادق أبو حنيفة تلميذ الإمام الصادق وهو يقول كما في كتبهم لو لس سنتان لها لك النعمان نعمان اسمه اسم أبو حنيفة النعمان ابن ثابت مالك تلميذ أبو حنيفة الشافعي تلميذ مالك أحمد ابن حنبل تلميذ الشافعي نعيد أحمد ابن حنبل تلميذ الشافعي الشافعي تلميذ مالك مالك تلميذ أبو حنيفة أبو حنيفة تلميذ الإمام الصادق فإذن الإمام الصادق صلوات الله عليه له حق على جميع المذاهب الإسلامية من الناحية الفقهية وهناك أيضا بعد آخر وهو بعد المقارنة أنتوا أخذوا المذهب الفقهي للإمام الصادق صلوات الله عليه وقارنوا بالمذهب الشافعي قارنوا بالمذهب الحنبل والحنفي والمالكي شوفوا الفرق فيما بينهما هذه هي الطريقة الثاني التعريف عن طريق الإمامة الفقهي الطريقة الثالثة التعريف عن طريق الإمامة الإمامة العلمي قبل حوالي أكثر من ثلاثين عاما إنعقد هناك مؤتمر هذا المؤتمر ضم واحد وعشرين بروفسور من أساتذة الجامعات الكبرى في الغرب وفيهم أيضا يعني بالإضافة إلى الواحد والعشرين أربعة آخرون فالمجموعة خمسة وعشرون لكن واحد وعشرين منهم كان بروفسور ومن أساتذة الجامعات الكبرى المعروفة هذا قبل أكثر من ثلاثين عام في عام ثمانية وستين ميلادية هذا المؤتمر بحث حول حياة الإمام الصاد صلوات الله ونشر هذا الكتاب في عام في عام ألف وتسعمائة وسبعين ميلادية باللغة الفرنسية ثم بعد ذلك ترجم إلى اللغة الفارسية بعنوان إمام صادق مغز متفكر جهان الشيع ثم ترجم هذا الكتاب إلى العربية بعنوان الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب أنتو أخذوا هذا الكتاب لاحظوا الإمام العلمي للإمام الصادق بل الريادة العلمية للإمام الصادق بل الفرادة العلمية للإمام الصادق اللي علماء الغرب هؤلاء الواحد وعشرين يقفون مذهولين هذه عبارة جاءت في هذا الكتاب أقرأ لكم هذه العبارة يعني هؤلاء لا يعتقدون بما نعتقد يذكر شيء ذكره كما يقول الكتاب الإمام الصادق صلوات الله عليه قبل أكثر من ألف عام خلافا لجميع العلماء كم ألف عام العلماء كانوا من عهد اليونان القديمة الهواء كان عند العلماء عنصرا بسيطا هذا الكتاب يقول أن الإمام الصادق صلوات الله عليه أول من قال بأن الهواء مرك وليس بسيطا متى اكتشف العلماء هذه الحقيقة في القرن الثامن عشر الميلاد يعني بعد الإمام الصادق بأكثر من ألف عام العالم الفرنسي المشهور الذي يقال له أبو الكيمياء الحديث في القرن الثامن عشر وتعلمون شنو كان مصير هذا العالم الذي اكتشف في القرن الثامن عشر أن الهواء مركب وليس بسيطا المقصلة اللي كانت في الثورة الفرنسية الآن موجودة هذه المقصلة كما ينقل في متحف الشمع في لندن روحوا شوفوها أخذوا هذا العالم جزاء لهذه النظرية التي قال بها وأمثالها وخلوا راسه في المقصلة وأنزلوا عليه المقصلة قطعت راسه المقصلة مثل فالسكينة كبيرة فإن مكان واحد يخلون في راسه ويقتلونه هذا في القرن الثامن عشر أبو الكيمياء الحديث هذا الكتاب يقول أن الإمام الصادق طبعا ما يقول الإمام يقول جعفر الصادق أول من اكتشف ذلك عند عبارة في هذا الكتاب يقول فلابد إذن من الاعتراف بأن جعفر الصادق نحن نضيف صلوات الله عليه بذهابه إلى أن الهواء مركب من عناصر مختلفة قد سبق عصر العلم والاكتشافات الحديث بألف سنة يقول وعند الشيعة أن جعفر الصادق صلوات الله عليه كان يعلم المجهول ويكتشف أسراره بقوة الإمامة وهو قوة إلهية لا تتوفر إلا للإمام المعصوم وحده هذا نظر الشيعة لكن إحنا ما نقبل هذا النظر ولكننا نرى أن جعفر الصادق نضيف صلوات الله عليه قد توصل إلى هذا الكشف بنقاء تفكيره وذكائه الإمام الصادق كان ذكيا في مكان آخر يقول كان عبقرية بعدين يستدل على هذه النظرية يقول ولو كان عالما بالغيب مثل ما الشيعة يقولون لكشف قانون تحويل الماد إلى طاقة ليش الإمام الصادق ما اكتشف هذا القانون إذا كان متصل بالغيب وغيره من القوانين والكشوف العلمية التي تحققت بعد هذه الفترة صفحة 122 و123 من الكتاب أولا منو قل لكم بالإمام الصادق ما اكتشف قانون تحويل الماد إلى طاقة كتب الشيعة في التاريخ احرقت بالألوف منو قل لكم في هذه الأحاديث ما كان حديث ينبعوا عن ذلك منتها القضية قلوا لم نجد ذلك الشيء الثاني العالم بالغيب لا يشترط أن يظهر على غيبه على كل غيبه الله عالم بالغيب لو مو عالم بالغيب بل أظهر كل ما يعلمه من الغيب للعباد لا يعني هذه عقيدة الرجل لا يعتقد بإمامة الإمام صلوات الله عليه أو رجال ولكن يقولون الإمام الصادق كان سابقا السابق يمكن يكون بمئة عام بعشرة أعوام بعشرين عام لكن أن يكون سابقا بألف عام ومو في مجال واحد في كثير من المجالات هذا بحساب الاحتمالات المطروح في علم الرياضيات لا يمكن أن يكون إلا عن طريق ارتباطه بالغير في مكان آخر من هذا الكتاب يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه قال المرأة ينبغي لها أن ترضع طفلها بعد وضعه على الجانب الأيسر تخلي الطفل على الجانب الأيسر وترضع يقول الناس لم يفهموا لماذا وذهبوا إلى الشافعي وقالوا له ما رأيك في الرضاعة أن تضع الطفل على الجانب الأيسر أو الأيمن قال لا فرق بينهما الأم خلتأخذ راحتها ياه أروح إلها خلتعمل يقول وظلت هذه القضية مجهولة إلى القرن الثامن عشر الميلادي حيث أنشأت الجامعة الفلانية يذكر تفاصيلها ما علي بها وصرفت أموال ضخمة وبحثت بحوث مطولة وكشفت أن الجنين عندما يكون في بطن أمة دقات قلب الأم تنتشر في البدن أمواج دقات القلب وهذه الأمواج تصل إلى مسامع الطفل الجنين الطفل عندما يخرج إلى العالم الخارجي ينقطع عنه هذا الشيء عندما الأم تضعه على الجانب الأيسر يحس بتلك الدقات ويشعر بالراحة والإطمنا الطفل يرتاح يشعر بالراحة والإطمنا لأنه فقد شيئا الطفل فاقد لشيء اللي كان أليفا له يمكن حوالي أشهر يشعر بذلك هذه ريادة علمية بل هذه فرادة تفرد يعني يقول هذا من مظاهر عبقرية جعفر الصادق صلوات الله عليه في مكان آخر يقول من نظرياته الباهرة أن كل شيء يتحرك وإن كان جمادا ولكن أعيننا لا ترى هذه الحركة يقول هذا الرأي ما كان معقول يعني هذا الجدار لا يتحرك هذا خلاف الوجدان خلاف البديه ولكن يقول في هذا اليوم هذا أصبح حقيقة علمية لا يرقى إليها الشاب يقول من نظرياته نظريته في الضوء تفصيل كاتب من نظرياته يقول اكتشفت أخيرا هذه النظرية الجامعة الروسية الكذائية بعد بحوث مطولة أن الأمراض تنتقل عن طريق الضوء مو هذا الضوء الخارجي لا هو المرض إلى الضوء الميكروبات إلى الضوء وبهذا الضوء تنتقل الأمراض وهكذا هذا الكتاب جدير بأن يقتنى ويقرأ إذن الطريق الأول أن نعرف الإمام عن طريق النص المأثور الطريق الثاني أن نعرف الإمام عن طريق الإمامة الفقهية الطريق الثالث أن نعرف الإمام عن طريق الإمامة العلمية تبقى هناك ثلاث طرق أخرى نشير إليها باختصار الطريق الرابع أن نعرف الإمامة الصادق عن طريق الإمامة الفكرية فكر الإمامة الصادق حول التوحيد حول النبوة حول الإمامة حول المعاد هذه العقد التي استعصت على الفلاسفة والمفكرين ألوف الأعوام الإمام الصادق صلوات الله عليه كيف حل هذه العقد هذا الطريق الرابع الطريق الخامس أن نعرف الإمامة الصادق عن طريق الإمامة الأخلاقية الآن البشرية تتخبط في أزمة أخلاقية أزمة الأخلاق مو يعني أن الرجل يضرب زوجته في البيت هذا بعد جزئي من أبعاد الأزمة الأخلاقية العالمية الأزمة الأخلاقية التي تخبطت فيها البشرية تخبط فيها البشر ككل سلوك الدول العظمى سلوك الدول المتوسطة سلوك الدول الصغرى الإمامة الأخلاقية الإمامة الصادق صلوات الله عليه كان تجسيدا كاملا لجميع القيم الأخلاقية ما هي القيم الأخلاقية التي يحتاج إليها الإنسان في هذا اليوم قيمة العباد قيمة العادل قيمة المصاوات قيمة الشفقة قيمة الرحمة إلى آخر هذه القيم قيمة حقوق الإنسان الإمام الصادق يمثل تجسيدا حيا لجميع هذه القيم هذه الرواية ظاهرا مذكورة في الكافي الشريف يقول معتب الضبط اللغوي يحتاج إلى مراجعة خادم الإمام يقول حدث هناك غلاء في المدينة فسألني الإمام الصادق صلوات الله عليه كم عندنا من الطعام قلت له ما يكفي شهورا هذا كان متعارف مو مثل الآن لأن بقال وعطار على المنهج الفعلي وما كان قبل كل واحد كان يشتري مؤونة عام عام كامل ويضم بالسرداب مثلها سراد بالقديمة من فوائدها هذا يشتري تم يكفيه لعام كامل حنطة تكفيه لعام كامل فالغلام يقول للإمام يكفي أشهر هذا طبيعي فقال الإمام اذهب وبيعه قلت له إذا بعته لا يبقى لنا شيء قال اذهب وبيعه فذهبت وبيعته الطعام كل حنطة كان شعير كان تم كان شنو كان ثم قال لي بعدما عط اشتري لنا مع الناس يوما بيو احنا مثل الآخرين الآخرين يعانون المجاعة ويعانون الغلاء مجاعة ما مذكر بالرواية غلاء مذكر احنا مع الناس اتروح اليوم اكو اشتري ماكو جوع كما يجوع الآخرون يقول الراوي دخلت على الإمام الصادق صلوات الله عليه فرأيته متغيرا مضمون الرواية قلت خيرا ليش قال انا كنت نهيت من في البيت مضمون الالفاظ المضمون التقريبي ان يصعل فوق السطح خطرة كانت السطوح القديمة لعله من هذه الجهة محجر ما كان اله درج ما كان اله كأنه قلت لا تروح لفوق فدخلت البيت ورأيت الخادمة ما اخذ الطفلي ودا صعد لي فوق خلاف النهي بعد وضبط هالإمام بالجرم المشهود الامام لم يقل شيئا لكن الخادمة خافت فوقع الطفل من يدها من فوق ومات يبدو في نفس اللحظة هذا الراوي دخل على الامام فيقول الامام اني لم اتغير لموت الطفل ولكن لما دخل في قلب هذه الجارية من الرعب لهذا انا مدغير مع ان الامام لم يقل له الشيء ثم جاء الامام الى الجارية وقال لها لا بعس عليك انتي حرة لوجه الله هذه القيم ما يحتاجها الانسان في هذا اليوم ما تحتاجها الدول العظمى في هذا اليوم الطريق الرابع الامامة الاخلاقي الطريق الاخر التعريف عن طريق الناس المأثور التعريف عن طريق الامامة الفقهية التعريف عن طريق الامامة العلمية الطريق التعريف عن طريق الامامة الفكرية التعريف عن طريق الامامة الاخلاقية الطريق الاخير التعريف عن طريق الامامة بل الريادة بل الفرادة في وضع في بيان مناهج تحل مشكلات الإنسان المعاصر بيان لأن الإمام الصادق كان مبينا لما جاء به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هذه مناهج النبي بينها الإمام الصادق صلى الله عليه وآله الآن العالم يعاني مشكلة السكن ماكو يولدون في الشارع ويموتون في الشارع الآن كثير من الناس أزواجهم في العراق وزوجاتهم في إيران ليش؟ لأن الرجل يقول أنا السكن ما عندي الإمام الصادق بيّن حل هذه المشكلة مشكلة البطالة الآن لاحظوا مشكلة البطالة في العالم كل مشكلة الزواج مشكلة الحرب وهكذا إلى المشاكل الآخذة بأكظام البشرية دا تخنق البشرية في الشمال والجنوم في العالم المتخلف والعالم المتقدم كما يقولون يمكن عشر مشاكل كبرى الآن العالم دا يعاني منها مشكلة الفقر من المشاكل العالمية الكبرى أئمة أهل البيت ومنهم الإمام الصادق صلوات الله عليهم أجمعين كيف حلوا هذه المشاكل بمناهجه هذه ستة طرق يمكن أن نعرف بها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهم نختم حديثنا بهذه القضية التي ترتبط بالإمامة الفقهية والفكرية للإمام ينقل أنه بحر العلوم المعروف السيد مهدي بحر العلوم الذي له تشرفات متعددة منقول هذا بعد أن أكمل تحصيله العلمي فكر في أن يذهب إلى مكة المكرمة الآن ليش ما هو الدافع وراء هذا القرار لم يذكر في كتب التاريخ فيما أعلم راح إلى مكة وبقي فيها فترة متخفيا إلا أن تتقوا منهم تقاتا وإلا كانوا يأخذوا يقتلوا مثل هؤلاء اللي الآن باللطيفية دا يقتلوهم من شيعة أهل البيت كان متخفي ما كان يظهر في يوم من الأيام كان يماشي إمام الحرم المكي يتمشى معه وإمام الحرم المكي لا يعرف أن هذا من أتباع أهل البيت فوصل إلى البيت يعني بيت إمام الحرم المكي بحر العلوم دخل البيت ورأى في بيت هذا الإمام مكتبة عظيمة ضخمة فقال للإمام إمام الحرم المكي ما يوجد في هذه المكتبة قال فيها ما تشتهيه الأنفسه وتلذ الأعيون كل شيء أقول شوية بحر العلوم شاف في المكتبة بعدين قل أبو حنيفة إمام المذهب الحنفي عنده الكتاب الكذائي أكو في مكتبتك هذا الكتاب قال الله ولكنني رأيت هذا الكتاب كتاب أبو حنيفة قال أنا شايف عبارة في هذا الكتاب أبو حنيفة يقول إِنَّنِي تَتَلْمَذْتُ عِنْدَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ أنا متعجب من ذلك أنا متعجب من ذلك انتهى الحوار فيما بينهما وخرج بحر العلوم مرت على هذه القضية سنة كاملة في يوم من الأيام بحر العلوم كان في البيت وإذا بواحد يأتي مبعوث من قبل إمام الحرم المكي يقول إمام الحرم المكي يطلبه عند شغل وياك تعجب بحر العلوم ليش يطلب فقام وذهب وشاف أن إمام الحرم المكي في حالة الاحتضاء قال له إمام الحرم المكي أنا منذ ذلك اليوم الذي قلت لي تلك الكلمة أنا منذ ذلك اليوم ما لقلبي إلى مذهب أهل البيت ولكنني الظروف ما كانت مواتية لإظهار ذلك أنا الآن في لحظات الاحتضار أعلن لك أنني من شيعة أهل البيت وإذا أنا مت فتولى أنت تغسي لي وتكفيني وتجهيزي ودفني على طبق مذهب أهل البيت توفي العالم بعد اللحظات أو دقائه بحر العلوم طبقاً لوصيته قام بشؤونه ومعه ذوء الميت لأنه وصية القضية انتهت ولكن شيئاً فشيئاً أخذت هذه القضية بالانتشار أنه إمام الحرم المكي هذا تحول إلى موالن لأهل البيت نقل لأحد الأخوة بين قوسيين قضية مطولة مجملها أنه رحت إلى بيت إفلان إمام جمعة من الآخرين المخالفين يقول فدخلت فأدخلني في مكتبته الداخلية شفت مملوئة بكتب أهل البيت ووجدت فيها تربة قلت له هذا شنو؟ قال أنا من أتباع أهل البيت ولكن الظروف لا تمكنني من إعلان ذلك أخا انتشرت هذه القضية ويبدو اللي كانوا في مكة في ذاك الوقت كانوا مثل اللي الآن باللطيفية واليوسفية موجودين والمحاويل فبلغ بحر العلوم أنهم يريدون قتله ففررت منكم لما خفتكم فخرج بحر العلوم من مكة وعاد إلى النجف الأشرى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعرفة هذا الإمام العظيم ولتعريفه للآخرين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات لما خفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات شكرا للمشاهدة لما خفقه زكاة